بات سلمان بن عبد العزيز سابع ملوك المملكة العربية السعودية بعد أن بويع ملكاً فجر اليوم الجمعة إثر وفاة الملك السابق عبد الله بن عبد العزيز حيث أعلن الديوان الملكي السعودي تلقي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز السعود البيعة ملكاً على البلاد وفق النظام الأساسي للحكم بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز عن عمر يناهز 91 عاما والذي تولى المسئولية مطلع أغسطس عام 2005 خلفا لأخيه فهد بن عبد العزيز والملك السعودي الجديد هو سلمان ومن عبد العزيز السعود من مواليد 31 ديسمبر عام 1935 وهو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود من زوجاته الأميرة حصة بنت أحمد السديري وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية حيث أنه أمين سر العائلة ورئيس مجلسها والمستشار الشخصي لملوك المملكة كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك المؤسس تلقى تعليمه الأولي في مدرسة الأمراء بالرياض وكانت بداية دخوله العمل السياسي في السادس عشر من مارس عام 1954 عندما عين أميرا لمنطقة الرياض وبقي سلمان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الرياض لحوالي نصف قرن وبعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد في الخامس من نوفمبر عام 2011 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيينه وزيرا للدفاع وبعد وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا في الثامن عشر من يونيو عام 2012 باختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع يمتلك ما نسباته عشر في المائة من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المالكة لجريدة الشرق الأوسط وعلى الرغم من نسباته البسيطة فيها إلا أنه يتحكم باتجاهاتها الفكرية وتفيد تقارير أن الملك سلمان كان قد خضع لجراحة في العمود الفقري في الولايات المتحدة عام 2010 وعشرة